تعال نشوف معدل التضخم في الفترة بتاعت من 2013 ل2015 معدل التضخم في مصر كان 10.3 من 10 على اجمالي الجمهورية ريف وحضر الاخ الاخ سينة وسيوة والوحاق كله عموم الجمهورية بحس بالمتوسط العام بتاع التضخم كان عندي من 2013 ل2015 كان في المية 10.3 من 10 بص بقى جينا بعد كده معدل التضخم زاد حبتين في 2017 2019 فاكرين احنا كنا في نوفمبر 2016 عملنا ايه بالزبط كده حصل تحرير سعر الصرف فالدولار نطر بص طلع السماء وقتها طلع السماء حتى قارب الدولار العشرين جنيه بس ما لمسهاش طلع لحوالي 19 حاجة وعشرين قرش وبعدين بدأ الدولار ينزل شيئا فشيئا ما لمسش العشرين وقتها فضل ينزل شيئا فشيئا وصلنا الكام لخمستاشر ونص يعني نزل تقريبا أربعة جنيه ليه إيه اللي هينزله يعني أكيد برنامج اقتصادي ناجح شوف بقى هنا معدل التضخم اللي كان وصل لسبعتشر وثمانية من عشرة وصل اللي كان في عشرين عشرين لعشرين اتنين وعشرين مرورا بالكورونا وصولا للحرب الروسية الاوكرانية تمانية واربعة من عشرة يعني تمانية واربعة من عشرة مرورا بالكورونا والحرب ولما ما كانش فيه حاجة كان عشرة وثلاثة من عشرة من 2013 ل2015 هو كان فيه على الأقل كان فيه الحرب على الإرهاب في مصر كان فيه حالة عدم استقرار كنا يا دوب لسا مخلصين على الإخوان يا دوب لسا الرئيس منتخب يا دوب كانت بين دستور يا دوب بنشكل مجلس نواب يعني البلد كانت بتتبني طيب الكلام ده بتقوله كل المؤسسات وهسمعك كل مؤسسة قالت ايه طيب